اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله راضي فيها الحمد لله رب العالمين المهم انه انتو ما تقلقوا وان شاء الله انه مدام في حل او عندي قدرة على التسجيل راح اظل متواصل معكم وراح اظل اسجل وان شاء الله اني بظل عند حسن ظنكم خلينا نروح على التوقعات اه ونشوف اليوم القمر راح يشكل بداية زوايا تربيع فراح يكون شوي في نوع من انواع النحوسة وعننا كمان انتقال الشمس اه للعذراء منقول لها موليد برج العذراء اه كل عام وانتو بخير وخلينا نشوف ايش اليوم انخبيننا طبعا اليوم توقعاتنا على يوم السبت 22 ثمانية القمر في الميزان استقر في منزلة الغفر وهي الى الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي وراح يستمر في هاي المنزلة حتى ساعات الظهر بعدين راح ينتقل لمنزلة الزفانية وهي الى الفساد والقطع والمشاكل وطبعا حكينا انه تأثير القمر لما بكون موجود في الميزان في هاي الفترة اه بتزداد عنا الامور العاطفية لتعزيز اوصار علاقة عاطفية اه مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر من ميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لسه ما استقرر بشكل كامل في هاي الفترة بننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة واعادة تزيين البيت او المكتب واقتناء حاجية جميلة اما بالنسبة للزوايا اما بالنسبة للزوايا فزي ما حكينا اليوم في عنا مجموعة زوايا سلبية اول زاوية رح تكون زاوية التربيع سلبية بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة ثمانية وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيج صباحا اكثر المتضررين اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية اذ يتجه للتنفيس من خلال صرف النقود باصراف دون حساب اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة الثانية وخمس واربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للحدث اللي رح يصير اللي حكينا عنه اللي هو الشمس رح تنتقل للعذراء في تمام الساعة ثلاث واربع واربعين دقيقة ما بعد العصر رح تنتقل الشمس طبعا للعذراء من الاسد ورح تمكث فيه حتى تمام الساعة واحد ونص من بعد الظهر يوم اثنين وعشرين تسعة رح يشعر موليد برج العذراء بنشاط اكثر من قبل ورح يشعر بتحسن بشكل متصاعد يعني كل يوم بيجي تاريخ ميلاد واحد فيكو ببلش يحس انه الفترة بدأت من جديد وخصوصا مع تواجد القمر في بيت ايجابي يعني ممكن يجي عيد ميلادك والقمر جاي مثلا مقابلك او في بيت متاعبك او في بيتك السادس او تربيع معاك فبكون منتحس انتظر يوميا لحد يصير في مكان جيد وبعدها بتبدأ سنتك الجديدة واكثر اللي رح يستفيدوا معهم هم موليد الابراج الترابية والمائية واكثر الابراج المعرضة للمتاعب الصحية في الفترة المقبلة هم موليد برج الميزان ومعهم الحمل وبدهم ينتبهوا لغذائهم وراحتهم اكثر ام ايضا في عنا اصحاب برج الحوت صحيح انه هي رح تدعمهم في الشراك المالية والعاطفية ولكن بتكون طاقتهم ضعيفة فعشان هيك بيحبوا شعروا بالتعب او الوهن او في اشياء بتعاكسهم اما بالنسبة للتأثيرات على كافة الابراج رح تكون الحمل بيتراكم العمل عندكم يعني بقى اكثر اشي بتكون تنتبهوا للعمل و بتكون تنتبهوا لصحتكم اما بالنسبة للثور بيجتاز موليد هذا البرج فترة ايجابية عاطفية ومالية وممكن للنساء الدخول في الحمل اما بالنسبة لبرج الجوزاء بينصب اهتمامهم حول تنظيم مصالحهم البيتية والعقارية والعائلية اما بالنسبة للسرطان بينشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات والدراسة خصوصا المراحل الابتدائية والثانوية والمدارس هي هاي اللي بتهتموا فيها اكثر شي ومنهم ممكن انه يشتري سيارة او تليفون اما بالنسبة للأسد تتاح الفرصة لمكسب مالي من عمل اضافي وممكن يستردوا مال بعود لهم اما العذراء هم اكثر المستفيدين لا سيم ايما صحيا وبتوخذ شعب بيتهم دفعة الى الامام اما بالنسبة للميزان بيدخلوا فترة غير مريحة صحيا ونفسيا لانه الشمس صارت موجودة في بيت المتاعب بدهم ينتبهوا لغذاءهم وراحتهم لبعض الامور اللي ما رح تمشي معهم بسهولة يعني رح يبواجهوا نوع من انواع الصعوبة في حياتهم اليومية اما بالنسبة للعقرب بينشطوا اجتماعيا وبيتعرفوا على اصدقاء جدد اما القوس بيدفعوا بمصالحهم في مجال العمل وممكن انهم يدعموا مراكزهم الاجتماعية اكثر اما بالنسبة للجدي بينشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات والدراسة الاكاديمية او الجامعية ومنهم ممكن يتبع قضية قضائية او يتابع قضية او امور الها علاقة بالاوراق القانونية اما بالنسبة للدلو تتاح الفرصة لمكسب مالي من تركة او شراكة او تعويض اما بالنسبة للحوت بيعززوا شراكاتهم العاطفية والمالية وزي ما حكينا طاقتهم بتكون ضعيفة فعشان هيك شوية الاجواء بتكون ضاغط عليهم وبتسبب لهم نوع من انواع التوتر او التقلب في بعض الاشياء او ممكن اشياء لها علاقة بالمحاكم او القضايا طبعا بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام ساعة 10.33 دقيقة مساء تدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما بالنسبة للقمر بما انه موجود بالميزان معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 23.08 رح يبدأ خلو المسار من الساعة 4.19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ورح ينتهي في الساعة 10.15 دقيقة ظهرا برضو بتوقيت جرينيش لينتقل بعديها القمر الى العقرب اما بالنسبة لعمر القمر القمر الجديد 4 ايام في تمام الساعة 6.31 دقيقة صباحا رح يصير 5 ايام نسبة الاضاءة 20% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد والعذراء حتى يوم 22.09 المزاج سعيد القمر في الميزان حتى يوم 23.08 المزاج منتحس عطارد في العذراء حتى يوم 5.09 المزاج سعيد الزهرة في السرطان حتى يوم 6.09 المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9.09 بعدين بيبدأ عملية التراجع بميل للنحوس اليوم المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12.09 مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29.09 مزاجه منتحس اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14.01 2021 مزاجه منتحس نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29.11 مزاجه ممتزج إبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة لوضع القمر الآن تقريبا نقدر نحكي أنه فيه نوع من أنواع السلبية لأنه شوي هو مقابلك تماما فعشانك الطاقة عندكم بتكون ضعيفة ردات الفاعل بتكون سلبية العصبية بتكون واضحة تقلب بالمزاج عالي وضع القمر منتحس زي ما حكينا في البداية فعشان هيك حاولوا تحافظوا على نفسيتكم وطاقتكم قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم في أمور إلها علاقة بالمفاجآت على المستوى المالي المفاجآت هاي بتكون عادة فيها نوع من أنواع السلبية إما بتنزعج من موضوع بتعلق في أمور المال أو مصاريف الزيادة أو دفعات أو تظهر بعض الدفع أو الالتزامات اللي بتيجي بشكل مفاجئ فحاول قدر الإمكان أنك ترتب وضعك المالي بشكل جيد وحاول أنك تنتبه للأشخاص اللي بحاولوا يستغلوا طيبتكم وكرمكم بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها نشطة على مستوى الحركة والاتصالات والتنقلات عندكم رغب اليوم للتواصل للحوار للنقاش ممكن اليوم يكون لكم تعاون أو تعامل ما بينكم بين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الزهرة منتحسة فعشان هيك يحاولوا قدر الإمكان إنه ما تفرضوا رأيكم على الأشخاص اللي حواليكم طبعا هي مش منتحسة بتأثير الكوكب هي منتحسة بتأثيرها مع زاوية التربيع فعشان هيك يحاولوا ما تفرضوا سيطرتكم على أحد أفراد العائلة أو تتخذوا قرارات صارمة حاولوا تضبطوا أعصابك قدر الإمكان ممكن يظهر اليوم خلاف أو نقاش أو حوار إلى علاقة في البيت فشوي هذا الإشي يوتركم أو يخليكم تعصبوا أو تخرجوا عن طوركم اضبط أعصابك قدر الإمكان وابتعد عن المشاكل قدر الإمكان ممكن تظهر بعض المسائل البيتية أو العقارية أو المصاريف اللي بتتعلق في هاي الأمور أو حتى صحية لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت الخامس فما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى البيت الخامس تقريبا روتيني الأجواء الآن بلشت تستقر شيئا ما على المستوى العاطفي يعني بتتعامل بطريقتك أو بطبيعتك مع الأحبة أو مع الأبناء أو مع الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأجواء اليوم الشمس عطارد انتقلوا للبيت السادس فبدك تنتبه على عملك بدك تنتبه على صحتك هذول النقطين هسه نقاط ضعف بالنسبة لإلك فعشان هيك حاول أنك تنجز أعمالك ما تخليها تتراكم وبرضو ممكن تظهر لك بعض العقبات أو المشاكل اللي إلها علاقة في العمل اللي بدك تكون حذر وبرضو تكون يقض لإلها وما تدخل بأي مواجهات ممكن إنها تعمل لك مشاكل على مستوى العمل وبرضو صحتك بدك تخليها تحت المراقبة أي شعور غير اعتيادي بدك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا البيت السابع القمر موجود فيه فهنا ممكن إنه اليوم فيه إش جديد للقيام بعمل مشترك بوسعكم توقيع عقد أو إتمام خطوبة أو زفاف فيه تأثيرات سلبية صحيح من أمور إلها علاقة بمكان القمر ممكن تكون متاعب حائلية أو مهنية أهم إش إنك ما ترتج للمواقف وتجنب الانتقادات خصوصا في مكان العمل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنه في بعض الاهتمامات على الأموال المشتركة إما أشياء إلها علاقة بميراث أو إلها علاقة بديون أو قروض أو حسابات أو مغامرات مالية أو مشاريع مالية بتحاول تروجلها أهم إش إنك تحذر من أشخاص بحاولوا يستغلوك وانتبه على أموالك من الصرقة أو الضياع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا داعمة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مسائل إلها علاقة بالدراسة الأكاديمية اللي هي دراسة الجامعية أو الدورات أو إنه أشياء بتحاول إنك تطلع عليها أو تثقف فيها أكثر أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة بتقولك إنه دير بالك من أي شيء بشوه سمعتك ابتعد عن المجازفات والخلافات والأمور اللي ممكن إنها تشوه سمعتك حتى على مكان العمل وبرضو مع علاقاتك أو مع عارفك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الأصدقاء فاليوم ممكن يحمل لك لقاء أو تقابل مثلا مع صديق أو حوار أو ممكن يتوجه لك دعوة لزيارة أو حفل معين أو لقاء أصدقاء أو ممكن أحد الأصدقاء يعني يفاجأك بشيء أو يطلب منك مساعدة في شيء العمل المشترك في الفترة هاي ناجح بقوة وحاول إنك أنت تشاور أو تستشير أهل الإختصاص بأي مسائل ممكن أنت حابب إنك تقوم فيها في الفترة القادمة أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا رجعنا هنا للعمل ورجعنا للصحة فبيت المتاعب بيضغط بشكل مفاجئ على أمور العلاقة بالصحة بيسبب لك بعض الالتباسات أو الإرباك أو التوتر أو الشعور بالوهن في بعض الأوقات أو ظهور أشياء مفاجئة أهم إشي أنك تحافظ على نفسك من الوسواس والأفكار السلبية حتى على مستوى العمل برج الثور طبعا القمر الآن انتقل للبيت السادس وهذا بسبب نوع من أنواع الإرباك أو التوتر أو أشياء لها علاقة ببعض الضغوطات الأجواء صحيح إنها مش ضغطة بالكامل لسا القمر ما وصل مقابلك ولكن إجمالا فيه نوع من أنواع التقلبات في المزاج أو الحدية وممكن تتصرف تصرفات اليوم يعني يكون عليها علامات استفهام أو علامات تعجب فبدك تنتبه من هاي النقاط ما في داعي إنك اليوم تبادر بأي شيء ممكن إنه يسبب لك نوع من أنواع المشاكل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية فممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بالمال ممكن تحصل بعض المكاسب اللي بتجيك من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو تهتم بمسألة إلها علاقة بالعمل ممكن تحصل على بعض المكاسب ولكن بدك تنتبه من المصاريف للزيادة أو من أشياء ممكن تدخل فيها بدون دراسة يعني بدك تراقب وضعك بدون اندفاع أو تهور أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم عندك قدرة عالية جدا على إصدار قرارات بشكل متسرع حاول إنك تضبط أعصابك قدر الإمكان ما تنفعل ما تعصب ركز أثناء دراستك أثناء تنقلاتك أثناء حواراتك حاول إنه حتى لو صار في أي محادثة أو مواجهة ما بينك وبين أخ يعني تضبط أعصابك بدون انفعالات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا نقدر نحكي إنها مستقرة يعني بتتعامل أنت بطريقتك بطبيعتك بدون أي زيادة أو نقصان ممكن تظهر بعض الأعباء أو الأعطال أو الاهتمامات المنزلية اللي بكون منها شوي مربك أو شوي بوتر الوضع عندك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة اليوم أنت بلشت بمرحلة قوية جدا من السنهاي فحاول قدر الإمكان تستغل هذا الشهر بكل قوتك لأنه هذا الشهر بعطيك شوية حظوظ بدعمك على مستوى العاطفي بدعمك على مستوى الحظوظ على مستوى الهوايات على مستوى الكتابة إذا أنت بتشتغل في مجال العلاقة بالفكر أو بالصحافة برضو بعطيك قدرة على التواصل مع الأحبة بشكل كبير وخصوصا برضو نجاح في المجالات الفنية أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأجواء هسا العمل رح يتراكم عندكم لكن ممكن تجدوا تعاون من الزملاء ممارسة نشاط بدني للمحافظة على ياقتكم هذا أهم شيء باكر لعملك وما تلتهي الإنشغالات كثيرة وممكن إنك ما تنجح في إتمام كل أعمالك نظم وقتك وما تقصر أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي تعاملكم روتيني يعني بتتعاملوا ما بينكم بين الأزواج بشكل روتيني أو شركاء المال أهم شيء إنه الفترة هاي يعني حاول إنك ما تجازف بأي مشكلة أو خلاف ما بينك وبين الشريك لأن الأجواء ما بتدعمك وممكن يطور الخلاف أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأمور المالية المشتركة جيد وبيدعمك فممكن تفكر في مشروع أو في فكرة أو بتمويل معين أو بقرض معين أو مساعدة معينة المهم قبل ما تبادر بأي شيء حاول إنك تستشير أهل الإقتصاص وتراجع أمورك بشكل جيد وانتبه من المحتالين والنصابين وانتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو الاستغلال أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع السلبية على مستوى أمور إلى علاقة بالدراسة الجامعية أو أمور إلى علاقة بالدورات أو التحامل مع أشخاص خارج البلاد أو السفر ممكن يكون أرقك أنه ما فيه سفر أو مش قادر تسافر أو مشكلة خارج البلاد بتعود عليك برضو بضرر هذه الأجواء فيها نوع من أنواع السلبية حاول تضبط أعصابك وتفكر بحلها بمنطق وعقل أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمع لأجواء جيدة ما فيه أي مشاكل بالعكس عندك قدرة اليوم للتواصل وللقاءات والحوارات مع المجتمع وخصوصا إليك مصلحة معهم أو حتى على مستوى العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيت الأصدقاء شوي فيه نوع من أنواع السلبية فيه ولكن إجمالا عندك قدرة للتواصل ورغبة للتواصل مع المجتمع وخصوصا مع الأصدقاء فممكن اليوم إما مبادرة من أصدقاء لمساعدتك في مسألة ما أو تجد الدعم من صديق يعني بيجي على هواك الدعم هذا فممكن أنه تكون فيه أشياء إيجابية ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك 12 فاليوم بدك تنتبه بشكل كبير من أشخاص بتآمروا عليك أو بحاولوا أنهم يحتالوا عليك أو عدو متخفي بصداقة معينة ممكن يتراكم بعض الأعمال أو حد يتآمر عليك في مكان العمل وممكن أشياء إلها علاقة بالصحة يعني تقلبات صحية أو تعب أو وهن أو نوع من أنواع الضغوطات وخصوصا على مسائل إلها علاقة بالجهاز العصبي شد عضل توتر أشياء من هذا القبيل وبرضو انتبه على صحة أحد الأحبة اللي ممكن يكون بحاجة للرعاية خلال هذا النهر برج الجوزاء طبعا اليوم من الأيام المميزة يعني اليوم من الأشياء اللي أنت نفسيا أحسن صحيح أنه في بعض المفاجآت النفسية اللي ممكن تتعكر صفوك ولكن إجمالا اليوم في أحسن يعني أحسن أحداث وأحسن نفسية وعندك نشاط وعندك رغبة لأشياء إلها علاقة إما بالتجميل أو بالاهتمام بالذات أو اللباس قصة شعر أشياء من هذا القبيل حاول تغير نفسيتك قد ما بتقدر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الأمور المالية اليوم ممكن يعني يكون فيه نوع من أنواع الاستغلال أو الضغط عليك أو فيه أشياء ممكن أنها تستفزك ممكن تظهر بعض الأعباء أو الأخطاء أو أشياء إلها علاقة بتراكمات مالية أو مصاريف زيادة بدك تنتبه على أموالك وانتبه من التسرع باتخاذ قرارات إلها علاقة بالمال أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنها إيجابية اليوم أنت نشط بالحركة والاتصالات والحوارات والرغبة بالتواصل بالمجتمع حتى على مستوى اهتمامك بأمور إلها علاقة بالتعليم أو المدارس أو التجهيز لطلاب أو حث أبنائك على الدراسة أو حتى أمور شوي بحاجة للتركيز أثناء الحوارات عندك قدرة للإقناع عالية ولكن بدك تنتبه أثناء حركتك من الإصابات أو من أشياء مفاجئة أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا عندك الشمس عطارد صارت زاوية تربيع معاك فهنا الفترة هاي بتتركز على البيت على العائلة مشاكل خلافات ضغط أعطال اهتمام تصليح إشي مربك مصاريف بيتية عائلية مشكلة بتتعلق في أحد أفراد العائلة هاي كلها إلها علاقة في البيت والعائلة هي الاهتمام كله رح يكون على هذا الموضوع في منه إيجابي ومنه سلبي فأهم شي إنكوا تركزوا على أمور البيت وتقوموا بواجباتك وعلى أكمل وجب أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا القمر موجود في البيت الخامس بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معاهم يوم مناسب لممارسة نشاط فني أو أدبي هاي فترة استثنائية ورائعة ببتسم لك الحظ وبتكون فرحتك كبيرة ممكن تهتم باستعادة موقعك وتتحمس لبدء تنفيذ مشروع طال انتظاره الفترة هاي بتحمل انفراج وخبر سار ولكن حاولوا إنكم تفرضوا وجهة نظركم على أحبائكم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع العمل الروتيني يعني اهتمامك على مستوى العمل ممكن تظهر مشكلة أو خلاف أو نقاش أو عمل يعني يطلب منك تركيز أكثر أو تشعر ببعض التوعق الصحي ولكن أنا شايف إنه هذا الأمر ضعيف يعني ما بيجي على كل موليد برج الميزان فالأهم إنك أنت تقوم بهاي الأشياء بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكب فيها نوع من أنواع الإيجابية بتقارب ما بينك وبين الشريك ولكن زي ما حكينا ديروا بالكم من فرض السلطة أو فرض الرأي عشان ما تحتد الأمور وما تكبر وما تصير مشاكل أنتوا بغنى عنها أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الأمور ضاغطة على الأموال المشتركة فعشان هيك بتكون تنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو حد يستغلكم ممكن أنه يعني أمور تكونوا أنتوا مش متفقين عليها أو تعمل عمل على أساس أنه يجيب لك مدخول أو يجيب لك نتيجة ولكن تكون مش متفق على هذا الموضوع فيصير فيه خلاف أو نقاش حاد ما بينك وبين الطرف الثاني فعشان هيك تخلي أي عمل بدك تكون فيه مبني على اتفاق واضح بدون ما تكون الأمور هيك بالهوى اتفاق شفهي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء على مستوى يعني أمور إلها علاقة بالتنقلات البعيدة أو الاتصالات البعيدة منقدر نحكي أنها إيجابية بتدعمك شوي ممكن تعزز أمور إلها علاقة بالدراسة الجامعية أو تهتم بدورة معينة أو الاهتمام بعلم جديد أو تعلم شيء جديد أهم إشي أنه إذا ظهرت بعض المسائل القانونية تهتم فيها وما تهملها أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة شوي فيها علاقة تستفهام عشان هيك يحاول قدر الإمكان أنك ترتب أمورك ما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك وما تدخل بأي خلاف ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا بيت الأصدقاء ضاغط وعشان هيك بدك تحذر أثناء تعاملك مع بعض الأصدقاء اللي ممكن يستغلوك ويستغلوا طيبتك أهم إشي أنك تكون مواضح وتعرف كيف تتعامل معهم وحط حدود لأي شخص بحاول أنه يتجاوز ويدخل على ساحتك يعني بنوع من أنواع الفضول أو التدخل أو يفرض رأيه أو يتحكم فيك أو في قراراتك أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيحمل نوع من أنواع المفاجآت والمفاجآت هاي عادة بتيجي على أمور إلها علاقة بالعمل أو إلها علاقة بالصحة فبدك تنتبه على أعمالك وبدك تنتبه على صحتك من بعض التقلبات أو بعض الأمور الطارئة اللي ممكن تكون مفاجئة برج السرطان طبعا القمر الآن تربيع مع برجك في مكان حساس جدا فعشان هيك هذا رح يوترك أو يسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو التقلب بالمزاج خلال هذا النهار فعشان هيك رح تظهر نوع من أنواع الحدية أو الإضطراب عندك يعني بتستاء من بعض الأشياء حاول أنك قدر الإمكان تضبط عصابك وتركز بأنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبتعد عن المشاحنات وأمور العصبية حاول تبعد تماما أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيه أشياء لها علاقة بالوضع المالي رح تتعامل معها بشكل روتيني يعني ما فيها الشيء القوي أو الشيء اللي بيعطيك دافع كبير على المستوى المالي إلا على حسب ممكن طالعك اللي بدعمك ماليا ولكن على مستوى البرج لا اليوم ممكن تظهر بعض المصاريف أو الدفعات أو بعض التراكمات اللي ممكن اليوم تظهر على الساحة أو مطالبات مالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات وحتى على مستوى الإقناع والنقاشات والتسويق عندك رغبة عالية للإقناع والحوار والاتصالات ولكن برضو بدك تنتبه من العصبية وحاول أنك ما تفرض رأيك علي حواليك أو تحاول تتحكم فيهم وبقراراتهم أما بالنسبة للبيت الرابع بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم إش أنك ما تفقد الاتزان والثقة والثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع المصاريف الإضافية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا إيجابية على المستوى العاطفي شيئا ما ولكن برضو بدك تنتبه من ردات الفعل السلبية أو محاولة إنك تختلق مشاكل أو حوارات حادة تكبر المسألة أو تزيد الخلاف ما بينك وبين الأشخاص اللي حواليك وخصوصا الأحبة أحد الأبناء الوالدين الحبيب نفسه يعني بدك تكون مركز أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنه ممكن اليوم تهتم بعملك أكثر أو تحل مشكلة إلها علاقة بالعمل أو تهتم بتطوير مسألة إلها علاقة بالعمل أو حوار بس أهم إش إنك تحافظ على صحتك من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فنرجع على بيت الشراكة وبرضو ضاغط بشكل سلبي فعشان هيك بدك تنتبه بشكل كبير من أي خلاف أو نقاش أو حوار أو شيء له علاقة بفرض الرأي ممكن يكبر الخلاف والنقاش وتصير مشكلة كبيرة من سوء تفاهم أو من محاولة فرض الرأي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا على مستوى الأموال المشتركة برضو روتيني يعني مطالباتك واهتماماتك المالية بتيجي بشكل روتيني بدون لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم ممكن تتعاملوا فيها ممكن تهتموا في بعض المسائل اللي إلها علاقة في بنك في ضريبة في تأمين أو بأموال أنت مدائينها لأشخاص ولكن بدك تنتبه من بعض الأشخاص اللي ممكن أنهم يستغلوك وبدك تنتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الحوار حاد جدا ممكن يسبب لك بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات اللي تكون سلبية فعشان هيك بدك تنتبه على مستوى أمور إلها علاقة بالدراسة الجامعية بدك تركز إذا كان عندك امتحان ما تعتمد على الحظ تنتبه أثناء تنقلاتك على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ضاغطة على مستوى بيت السمعة فعشان هيك منقول لك حاول أنك ما تشوه سمعتك ما تدخل بنقاشات ما تخالف القوانين ما تسيء لمعارفك أو لأصدقائك خصوصا اللي بيشتغلوا معاك يعني زملائك في العمل أو رؤسائك في العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيجيب لك مفاجآت على مستوى بيت الأصدقاء اليوم ممكن يعني سوء تفاهم أو تحتد أو تزعل أو تذايغ من تصرف أحد الأصدقاء ممكن بدون قصد ممكن هو معصب ممكن جو مشعون أو ممكن أنت تتحسس وتفهم الموضوع غلط أهم إش أنك تركز بشكل جيد ما في داعي للخلافات ولا للنقاشات ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فبيت المتاعب يعني ما فيها المشاكل الكثيرة ولكن بتطلب منك التركيز وخصوصا على أمور إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة بالصحة فعشانيك ممكن تظهر بعض المسائل المعقدة اللي إلها علاقة بالعمل أو تشعر أنه فيه أشخاص بتآمر عليك في مكان العمل أو بحاول أنهم يسيؤولك وفيه أشياء إلها علاقة بالصحة تقلبات صحية أو أمور إلها علاقة بالتوترات أهم إش أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وتراقب صحتك تراقب غذائك تأخذ قسط من الراحة يفضل ممكن أنه اليوم يعني يحمل لك خبر إلو علاقة بصحة أحد الأحبة يكون تعبان أو بيكون بحاجة للرعاية أو للسؤال منك برج الأسد طبعا القمر الآن في البيت الثالث صحيح أنه هو مش إيجابي يعني منتحس ولكن أنه شوي نفسيتك أحسن شوي بتشعر أنه الأمور بلشت تتحرك بالجانب الإيجابي لإلك صحيح أنه في ضغوطات إلها علاقة بالعمل وبالصحة ولكن إجمالا أنت نفسيا اليوم مرتاح يعني هيك فيه نوع من أنواع الاستقرار النفسي أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا اليوم في بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالأمور المالية ممكن قلق من وضع مالي معين ممكن مطالبات ممكن عليك مصاريف الزيادة ممكن متوتر من مسألة مالية أهم إش أنك ما تندفع وتتهور وتغامر بمصروف معين أو دفعات معينة الأجواء ما بتدعمك في مجال المغامرات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة بتنشطوا اليوم في أمور العلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات بوسعكم اجتياز امتحان ممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتستوعب الظروف وبتتكيف معها بسهولة هاي فترة يعني تعتبر فترة التواصل بناء مع الآخرين بتتمتع بنشاط ذهني بيسمح لك بالمنافسة القوية أهم مش أنك ما تضيع الفرص أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي على البيت روتينية تقريبا أنت بتتعامل بشكل روتيني بدون لا إيجابية ولا سلبية في عندك قدرة على الحوار والتواصل عندك اهتمام كامل بالبيت ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بأعطال أو أمور إلها علاقة بالبيت شوية تكون مربكة أهم إش أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وحاول ما تعصب وما تفقد السيطرة على نفسك وما تفرض أوامر اليوم عشان يعني الأمور ما تفقد سيطرتك عليها أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا نقدر نحكي إنها إيجابية اليوم عندك رغبة للتواصل مع الأحبة أو لقاء أحبة أو ممارسة هواية معينة الأجواء إيجابية ودعملة إلك ولكن ما تغامر بممارسة الحضوظ يعني بمعنى آخر بدك تتهيأ وتنتبه وتركز بشكل جيد على أساس أن الأمور تصير لصالحك أما بالنسبة للبيت السادس فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط وخصوصا الضغط على مكان العمل أو بالعمل أو نوع من أنواع العمل الكثير المتراكم أو عدم الرغبة بإنجاز بعض الأعمال ولكن أهم إشي تنتبه لصحتك من بعض التقلبات أو أمور إلها علاقة بتعب صحي أو إجهاد أو إرهاق اللي عندهم أمراض مزمنة هذول أكثر ناس بدهم يكونوا منتبهين أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على مستوى بيت الشراكي جيد يعني تقريبا بدأت الأمر بالاستقرار أو تستقر الأمور ممكن تحمل لك حوار أو تلاقي أو تقارب بوجهة النظر أو بالأفكار ما بينك وبين الشريك ممكن تحمل مصالحة معينة ولكن إذا فتحت مواضيع قديمة أو نقاشات قديمة اعرف أن الأمور راح تكبر وتصير مشكلة يعني صعب حلها أما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم في أشياء إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن تظهر على الساحة ممكن مطالبات مالية ممكن دعم مالي ممكن أمور إلها علاقة بالمؤسسات المالية ممكن ديون إلك بتحاول أنك تستردها ولكن حاول أنك تنتبه من الأشخاص اللي بحاولوا يستغلوا طيبتك وكرمك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الضغط أو العصبية أو الإنزعاج من تصرفات أحد الأشخاص إما هو خارج البلاد أو أجنبي وفي أشخاص راح يدخلوا بحدية مع زملائهم في الجامعات أو بدورة معينة أو بمؤسسة تعليمية تضبطوا عصابك وقدر الإمكان إذا كان في قضية قضائية أن تطرف فيها حاول أنك تهتم بكل تفاصيلها وما تهملها لأن الفترة مش إيجابية ومش لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر اليوم ممكن تظهر بعض المسائل المفاجئة على مستوى السمعة فعشان هيك منقول لك لا تشوه سمعتك ما تدخل بأعمال مشبوهة ما تخالف القوانين وما تجازف بأي شيء العلاقة بالعمل أو مع زملائك بالعمل لأن الفترة هاي مش سهلة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء داعمة لإلك فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء وممكن تعز الصداقة معينة أو حوار معين أو تعارف على صديق يعني يكون داعم لإلك حاول أنك أنت تركز بشكل جيد وتعرف بالفترة هاي الصديق من العدو أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها بعض الإيجابية وفيها بعض السلبية طبعا الإيجابية من وجود الزهرة ولكن السلبية أن الزهرة نفسها عامل زاوية تربيع فبما أن هذا عامل زاوية تربيع معناته فيها سلبية من تأثيرات القمر دير بالك من أي أمر له علاقة بالعمل ممكن يتراكم عندك مسألة أو تظهر أعمال طارئة أو مفاجئة لإلك وممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور الصحية حاول أنك تراقب صحتك بشكل جيد وبالمقابل ممكن تحمل هاي الفترة قلق على صحة أحد الأحبة برج العذراء طبعا بنعيد ومنحكي لكم كمان مرة كل عام وإنتوا بكل الخير إن شاء الله وإن شاء الله ربنا يعني بعوضكم في الفترة القادمة عن الأشياء اللي راحت منكم أو الضغوط أو الأعباء اللي أنتوا نضغطوا فيها بالفترة الماضية يعني الآن الشمس زي ما حكينا في بداية الحلقة انتقلت عطارد صار موجود عندكم في الدرجات الأولى هو الشمس يعني الأجواء على المستوى النفسي بتبلش بشكل متصاعد يعني كل يوم بتحس أفضل من اللي قبله كل يوم بتحس فيه إيجابية أكثر من اللي قبلها ما يجي واحد يقول لي وين الإيجابية الإيجابية بس يجي عيد ميلادك بعديها بقى كم يوم تبعث لي بتقول لي وين الإيجابية بجاوبك أنا إذا فيه سلبية شو سببها ولكن إجمالا الفترة هاي أحسن نفسيا ومعنويا وبتعوض عن الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي تقريبا روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي الفرص من القمر وصحيح منتح سهوة ولكن بعطيك فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة خلال هذا اليوم بتتركز الأمور على الوضع المالي أهم إشي أنه الفترة هاي ممكن تحمل قلق لمصاريف طبية أو استشفائية طارئة ناقش العقود والمعاملات الإدارية بتأني ودقق بالتفاصيل ممكن ترغب بمساعدة أحدهم وتقوم بمبادرة خيرة ولكن الأهم أنك تتأكد أنه بحاجة للمساعدة ولا هو بيستغل فيك هذه النقطة اللي لازم تكون حذر منها أنه انتبه لأشخاص اللي بحاولوا يستغلوا كرمكم وطيبتكم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والامتحانات بتتعاملوا حسب طبيعتكم أهم شيء اللي عنده امتحان أو مقابلة بدي يستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت برضو الأجواء فيها نوع من أنواع الروتين يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ولكن ديروا بالكم من المشاحنات ديروا بالكم من الأوامر ديروا بالكم من فرض السلطة أو فرض الرأي يعني شوي بدكوا تركزوا بشكل كبير ما في داعي لا أي شيء ممكن يسبب إزعاج أو حوار أو نقاش عصبي يعني يثير الخلاف ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تظهر بعض المسائل العائلية الطارئة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي لمازالت الأجواء حدي فعشان هيك العصبية دائما بتخرج أثناء تعاملك مع حبيب أو مع الأحبة مع أحد الأبناء مع أحد الوالدين بدك تحذر من هدولة الثلاثة حاول أنك أنت يعني تكون مرن بالفترة هاي ما في داعي للإندفاع أو للتهور أو أنك تعصب وتزعل على أدفه الأسباب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا بتحمل أشياء لها علاقة بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال اليوم أو تحقق إنجاز جيد وفي منك رح يهتم ببعض المواضيع الصحية أو الرقابة الصحية أو مراجعة الطبيب أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على مستوى بيت الشراكي فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني شوي بتحمل نوع من أنواع التفاهم ولكن أنا شايف أنه مش تفاهم تفاهم إذا كنتوا مرنين ولكن إذا كنتوا اثنين زي ما منسميها باللغة العامية اثنين ديوق معناته اليوم اليوم في مشاكل فعشان هيك بتكون تنتبهوا من ردات الفعل والشك والغيرة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحيي ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة فأي مشروع أو أي فكرة مالية أو أي تحرك مالي اليوم راجح حالك أكثر من مرة يبل ما أنت تتهور أو تصدر قرارات أو أنه شوي يصير فيه نوع من أنواع الخطأ أو السهو خصوصا عند توقيع على معاملات أو أوراق مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو يعني شوي بيجيب مفاجآت على مستوى الاتصالات البعيدة أو الحوارات أو الدراسة أو الامتحانات الجامعية أو التنقلات اللي بتيجي بشكل مفاجأ أو السفريات مثلا أو تواصل المفاجئ أو أخبار مفاجئة بتيجيك من برة يعني من خارج البلاد أو عن أجانب أو عن شخص مقيم خارج البلاد شوي الأمور هاي ممكن تسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق أو تحتد أو تعصب أو ينشغل فكرك فيها أكثر أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت الصمعة ما في أي مشاكل بالعكس أنت بتتعامل بشكل روتيني الأجواء تقريبا داعمة لإلك ممكن تعزز علاقاتك بالعمل مع زملائك رؤسائك بالعمل عمل جديد اهتمامات بمسائل إلها علاقة بالعمل المشترك برضو جيدة أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم بيحمل لك نوع من أنواع القلق أو التوتر إما على صديق أو على معرفة أو بتشعر أن أحد المعارف في مشكلة أو واقع بورطة معينة بتحاول أنك تساعده أو تنصفه أهم إيش أنك تركز بشكل إيجابي ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو اطلاق الأصدقاء ولكن اللي حكيته في البداية ممكن يجي على جانب آخر من الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا بنقول لك بدك تدير بالك بيت المتاعب شوي ما زالت الأجواء ما تحركت بالكامل لتعطيك إيجابية فعشان هيك لسه بيعمل نوع من أنواع التوترات على مستوى العمل أو تقلبات أو سوء إدارة معين وبرضو بتجيب لك أعمال مفاجئة وبتجيب لك توتر وتقلب على المستوى الصحي والنفسي وممكن تحمل لك هاي الفترة قلق على أحد الأحبة برج الميزان طبعا الحالة النفسية صحيح أن القمر موجود ولكن رح يسيطر عليك روح التشاؤم في بعض الأوقات بسبب وجود الشمس الآن وعطارد اللي موجودات في بيت المتاعب صحيح هو بدعمك نفسيا بوجود القمر ولكن برضو منتحس فعشان هيك ممكن تشعر ببعض التقلبات السريعة بالمزاج أو شوي هيك شعورك بعدم الرغبة بإنجاز أشياء كثيرة أو إحباط معين ثقتكم بأنفسكم كبيرة في بعض الأوقات بتنجحوا في الدفع بمصالحكم إذا شحنتوا حالكم بطاقة إيجابية شعبديتكم بتكون في تصاعد إذا اختلطتم بالمجتمع هاي فترة بتحمل إنجاز أو تطور لافت أهم إشي إنك ما تهملها وكرر المحاولة ممكن يبتسم لك الحظ ممكن تهنأ باستعادة موقعك أو تهتم باستعادة موقع معين وبتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريباً منقدر نحكي إنه في بعض الاهتمامات على المستوى المالي ولكن مش قوية يعني تقريباً اهتماماتك الروتينية أو إنجاز بعض الأعمال أو ترتيب وضع مالي معين أو اهتمام بأشياء لها علاقة إما بدفعات أو أقصات أو تراكم مالي الأهم إنك تحذر من بعض الأشخاص اللي ممكن إنهم يستغلوا طيبتك وكرمك في الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء نشطة يعني بتنشط اليوم بالاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص حواليك ممكن اليوم تنشط بامتحان أو دراسة أو موضوع أكاديمي لعلاقة بالمدارس أو أمور إلها علاقة بالحوارات والنقاشات والتنقلات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت اليوم بدك تحذر تماماً فاليوم الوضع ضاغط بسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو التوتر أو التقلب بالمزاج أو ظهور بعض الأعطال أو الاهتمامات البيتية أو جهد عالي بتطلب منك التركيز العالي فعشان هيك بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وتبتعد عن فرض وجهة نظرك أو فرض رأيك أو التحكم بالأشخاص اللي حواليك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريباً على المستوى العاطفي الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعاملوا على حسب طبيعتكم مع الأحبة ممكن تنجز بعض الأعمال أو تهتم ببعض الأمور اللي بتتعلق في أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل والصحة ممكن يكون عندك قلق أو توتر على مسألة إلها علاقة بالعمل أما عمل متراكم أو واجبات بدك تأديها أو تقلبات على المستوى الصحي فبدك تراقب صحتك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي الأمور حادة ومتقلبة فعشان هيك بتحدث بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات الحادة ما بينك وبين الشريك ما بينك وبين الزوج فاحضر من النقاشات اللي ما لازم تكون بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تجيب مفاجآت على المستوى المالي فعشان هيك بدك تحافظ على أموالك من السرقة أو الضياع أو من أشخاص بتآمروا عليك أو بيحاولوا أنهم ينصبوا عليك أو يحتالوا عليك بدك تكون حذر أي شيء له علاقة بالوضع المالي مهما كان بدك تراجع أكثر من مرة ما تتصرف هيك بسرعة على أساس أنه تبتعد عن الأشياء اللي ذكرناها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء الروتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بدورة أو بمعهد أو بأكاديمية بجامعة أهم شيء إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ وحاول تركز بدراستك وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة اليوم ممكن يعني أحد الزملاء يستغلك بمسألة إلها علاقة بالعمل أو يحاول أنه يخجلك هيك على أساس أنك توافق على شيء وهو صعب أنك أنت تعمله أو تنفذه في الأيام العادية حاول أنك تضبط أعصابك قدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن تنشط ببعض الأشياء الاجتماعية فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أصدقاء وممكن تسعد بلقاء صديق معين أو تواصل اجتماعي كزيارة أو واجب يعني تهتم فيها بشكل كبير برضو بتحمل قلق على أحد الأصدقاء أو طلب المساعدة من أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا يعني شمس عطارد كلها ضغطات موجودة في بيت المتاعب فهاي بتحمل نوع من أنواع التعطيل للمسائل أو مشاكل أو تقلبات صحية أشياء لها علاقة بأشخاص ممكن يوعدوك بأشياء وما يوفوا بالوعد فعشان يكلفترة هاي بدك تكون حذر وتنتبه وما تتعلق أعمالك على أشخاص بس مجرد أنهم وعدوك حاول أنك تتأكد وتبرهن لحد ما تصير الأمور في إيدك أكثر عشان أنت تتخذ قراراتك انتبه على عملك بشكل جيد ما تخليه تراكم ما تهم العملك انتبه على صحتك من التقلبات الصحية لأن طاقتك ضعيفة وبرضو عندك عرضة للتعب أو المرض برج العقرب طبعا بالنسبة للكم اليوم الأمور بتتراكم عندكم تشعروا بالتعب أو بالوهن أو بالشوي هيك بالاستياء تقلب بالمزاج شاعرين هيك زي ما كنوا في اكتئاب أو بداية اكتئاب أو تقلب بالمزاج أو أفكار شوي هيك بتأثر على نفسيتكم زيادة بتلاقي عصبيتك برضو حد شوي يعني شوي بدك تحاول تشحن حالك بطقة إيجابية قدر الإمكان تبتعد عن أي شيء له علاقة بتوتر العصبي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي يعني في بعض الاهتمامات المالية ممكن تحقق بعض المكاسب اللي عادة بتيجي من عمل إضافي أو مهيبات أو مساعدات أو أموال لإلك بتحاول أنك تستردها أو بتبحث عن دعم معين الفترة هاي ضاغطة وسلبية فحشان هيك بدك تنتبه من الأشخاص اللي بيستغلوا طيبتك وكرمك بدك تركز من المحتالين من النصابين وعلى أموالك من السرقة أو الضياع أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الحدية أو تقلب بالمزاج فعشان هيك العصبية ظاهرة بشكل كبير وردات فعلك السلبية ظاهرة بشكل أعنف حاول أنك ما تتخذ قرارات وما تعصب وما تحاول تفرض وجهة نظرك على الأشخاص اللي حواليك انتبه أثناء قيادتك للسيارة أثناء حركتك وإذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد ممكن اليوم يصير نقاش ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتنجز أعمالك البيتية أو اهتماماتك البيتية بشكل روتيني ممكن تهتم ببعض التعطيلات أو الأعمال البيتية أو الواجبات من مشتريات أو تصليحات أو ترميمات أو حتى اهتمام عائلي في مسألة عائلية معينة أهم إش أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان أو تبتعد عن الحدية قد ما بتقدر أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء اليوم ضاغطة بشكل كبير الوسواس رح يكون بأوجه الشك الغيري التقلب بالمزاج الشغلات هاي التشتت الذهني عالي فعشان هيك بتحملك هاي بعض النقاشات أو الحوارات الحدي ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء أو ما بينك وبين أحد الوالدين وممكن تحمل قلق على أحد الأشخاص اللي إحنا ذكرناهم أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا بدك تكون منتبه من بعض الأعطال أو الأعمال أو تتراكم عندك أعمال ما تهمل عملك ما تهمل واجباتك حاول تركز بشكل جيد يعني على أمور العمل ممكن تطلع لك تفاصيل شوي مربكة برضو اهتم بأمورك الصحية والرقابة الصحية حاول أنك يعني تهتم بشكل كبير وخصوصا من أمور إلها علاقة بالشد العضلي وإلها علاقة بالالتهابات برضو والصداع أما بالنسبة لبيتك السابع فبيت الشراكي شوي برضو بسبب لك نوع من أنواع المفاجآت إما نقاشات أو حوارات أو توتر بالعلاقة ما بينك وبين الشريك فعشان يكي بدك تنتبه على حالك بقدر الإمكان ما تدخل بأي نقاش أو حوار أو حدية بالطباعة تكون ما تفرض رأيك زي ما حكينا وما تتدخل في شؤون الشريك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فممكن تحقق بعض الإنجازات اللي إلها علاقة بالعمل المشترك ممكن تهتم بقضايا أو مسائل قانونية أو بنكية أو إدارية أو أموال مشتركة الأهم زي ما حكينا ما تبدأ بمشروع الفترة هاي مخيبة بالآمال وعجق أوراك كيز على إنك تستشير أهل الاختصاص في المسائل اللي بتتعلق بأي شيء له علاقة بقرار أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع القلق أو التوتر على أشخاص خارج البلاد ممكن تستاء من شيء معين أو يجيك خبر مزعج فشوي الأمور بدها تركيز حاول قدر الإمكان إنك تركز بشكل جيد قد ما بتقدر أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع الأشياء اللي إلها علاقة بالسمعة الأجواء إيجابية بتقدر تدعم سمعتك أو تعزز سمعتك الفترة هاي وفي منك ورح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بزميل بالعمل أو برئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم يعني عندك نشاط عالي جدا ورغبة للتواصل مع الأصدقاء بشكل كبير ممكن تنشط بلقاءات أو باتصالات أو بحوارات أو بتواصل مع أحد الأصدقاء ممكن شيء مشترك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفله أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه يعني ما زال التعب مسيطر عليكم حاولوا أنك تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل بسود سوء التفاهم خفف من وطيرتك ممكن تشعر بالملل ممكن تتأخر بعض المعاملات أو تلغي أمور أو ترغب في الإبتعاد عن الأجواء الصاخبة فترة سلبية جدا وبحاجة للحذر والمتابعة والتدقيق بكرة القمر رح ينتقل لها عندكم بصير الأجواء إيجابية برج القوس طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم أنتو برضو عندكو طاقة عندكو رغبة بالتحرك أو بالاتصالات أو بالحوارات باللقاءات عندكو نشاط عالي جدا يعني النفسية شوي أحسن حاولوا تستغلوا اليوم بإنجاز كل الأشياء المهمة والضرورية قبل الغد لأنه بالغد القمر رح ينتقل للعقرب يعني لبيت متاعبكم فالفترة رح تكون ضاغطة وسلبية فبتكونوا مهيئين للموضوع هذا ما تضيعوا يومكو بأشياء يعني أو رتوش أو أشياء هيك ما إلها أهمية اهتم بأي شيء بحاجة للإنجاز عشان تنجزوا خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ضاغطة على المستوى المالي اليوم ممكن تظهر بعض المسائل المربكة أو تعطيل أو مصاريف أهم إش أنكو تنتبهوا من أشخاص بحاولوا يستغلوا طيبتكم وكرمكم أو مصاريف زيادة بتيجي بشكل مفاجئ انتبهوا على أموالكم من السرقة والضياع أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات عندكو قدرة على التواصل والإقناع والتسويق والترويج لشيء مهم فيه عندكو نشاط عالي ولكن برضو بنقولكو أنه حاولوا إذا كان عندكو امتحان أو مقابلة أنكو تستعدوا بشكل جيد وحاولوا تبتعدوا عن إصدار القرارات أو أنك تكون حاد بطريقة التعامل حواليك وخصوصا اليوم ممكن تحملك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت بتحمل نوع من أنواع المشاحنات بتحمل من ردات الفعل السلبية أو التوتر أو مسائل بيتية أو عائلية مقلقة شوي حاول تنتبه وتركز وابتعد عن الحدية وما تخلي أي شيء يستفزك خلي في نوع من أنواع التقارب أو التلاقي ممكن تحمل لك الفترة هاي قلق عائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على مستوى بيت الأحبة حاد جدا 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 فالفترة هاي بتحمل نوع من أنواع الخلافات أو النقاشات أو الحوارات اللي ممكن شوية وترك أو تعصبك أو تخليك تفقد السيطرة على نفسك وعلى أعصابك بدك تركز بشكل جيد خصوصا أثناء التعامل مع الحبيب أو مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين وممكن اليوم تكون أو بلزمك الأمر تكون حذر أثناء ممارسة هواية معينة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل تظهر أشياء مفاجئة أشياء حادة إلها علاقة بالعمل أو إلها علاقة بالصحة فبدك تنتبه على عملك تنتبه على صحتك ما ترتبك وإنجز الأشياء يعني الأولى لك فأولى قبل ما تنتقل للأشياء اللي نسميها ثانوية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي تقريباً منقدر نحكي أنه يعني جيد ما في أي مشاكل طريقة الحوار أو التعامل ما بينكم وبين شركائكم جيدة ممكن يسودها نوع من أنواع التفاهم أو يعني تكون الأمور هادية ممكن أنت بتبتعد عن الأجواء ممكن أنت مش بحاجة لنوع من أنواع المشاكل ممكن تحمل تعاطف على وضع الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريباً زي ما حذرنا من البيت الثاني بتحمل نوع من أنواع القلق على الأمور المالية فانتبه على أموالك من السرقة والضياع أو الخطأ أثناء مراجعة موضوع حسابي أو أوراق قانونية بحاجة لتوقيع أو بحاجة للتدقيق أو مشروع معين حاول تستشير أهل الإختصاص أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مسائل تعليمية أو ثقافية أو أمور إلها علاقة بامتحانات جامعية أو حتى تعامل مع أجانب أجواء إيجابية حاول تستغلها في ممكن يكون لك بعض النشاطات على مستوى أوراق أو معاملات قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا الأجواء إلها علاقة ببيت السمعة حاول أنك ما تخالف القوانين ما تجازف ما تدخل بأشياء مشبوهة الأجواء جيدة ممكن تحمل لك إشياء العلاقة بعمل جديد أو مع مؤسسة جديدة أو تلاقي بالأفكار ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أهم شيء ما تدخل بخلافات ولا نقاشات حدي معهم أما بالنسبة لبيتك 11 طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة اتجنب العناد وكون أكثر انفتاح على أراء ومواقف الآخرين ما تتكاسل وبادر لتصحيح الأخطاء واستعادة موقعك ما بناسبك الفترة هاي البقاء وحيد أما بالنسبة لبيت المتاعب بيتك 12 ما في أي مشاكل ولكن زي ما حذرنا من البيت السادس من حذرك من بيتك 12 إنه إنجز أعمالك ما تخلي أعمالك تتراكم ما تهم العمل برضو اهتم بصحتك من التقلبات الصحية اللي ممكن تكون بحاجة للرعاية أو مراقبة صحية ممكن الفترة هاي تحملها تقلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الجدي طبعا القمر موجود في البيت العاشر وبمكانه طبعا أمر ضاغط أو فيه سلبية فعشان هيك بتقلب المزاج عندك بتحتد بتعصب تصدر قرارات بشكل عفوي وممكن هاي القرارات تكون سلبية أو تكون مش لمصلحتك فعشان هيك رح تندم عليها أو تتراجع عنها في الأيام القادمة عشان هيك منقول لك راجع قراراتك قبل ما تتخذها على أساس أن الأمور ما تكون سلبية أو أنك أنت متردد ومتقلب بالمزاج أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي بتحمل بعض الفرص اللي إلها علاقة بالوضع المالي فممكن اليوم تنشط بمسائل مالية أو تحقق بعض المكاسب المالية اللي بتجيك عادة من عمل إضافي مستردات هبات دعم معين أو حل مسألك يعني إلها علاقة بالوضع المالي أهم إش أنك ما تجازف وما تغامر بمشاريع غير مدروسة وفي نفس اللحظة انتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو من أشخاص بحاولوا يستغلوا طيبتك أو كرمك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ضاغطة على مستوى أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات إش وي متخوف من بعض المسائل أنت ممكن من مقابلة ممكن من امتحان ممكن من مواجهة معينة ما تتردد وما تخاف وما تخلي الوهم يسيطر عليك أهم إش إذا عندك امتحان ركز بشكل جيد إذا عندك تنقلات انتبه وما تجازف بسرعة أو تغامر أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لتعاملك مع الإخوة والجيران فمحتمل يكون ذي وجهين يا إيجابي يا سلبي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت حد فيه اليوم شيء له علاقة بالبيت أو مشكلة أو تطور لموضوع معين نقاش حوار خلاف بوجهات النظر عطل معين إشي مفاجئ أو إشي مرهق أو إشي متعب رح يظهر خلال هذا اليوم على أي شيء العلاقة يا بالبيت يا بالعائلة بدك تكون حذر جاهز تعرف كيف تتصرف وما تهمل الأمور الصغيرة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على مستوى العاطفي بتحمل نوع من أنواع التقلبات والحدية بالمزاج وممكن تصل لمرحلة أنك تتورط في مشكلة معينة أو يعني تدخل بمشاحن كبير ما بينك وبين أحد الأحبة وتكون انذار لقطيع فعشان هيك بتكونوا مركزين بشكل جيد ما تخلوا الأمور تخرج عن السيطرة خصوصا أثناء تعاملكم مع الأحبة أو مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا إيجابية على مستوى العمل فممكن تنجزوا بعض الأعمال بشكل متعاون أو بشكل روتيني ممكن تهتم بصحتك بشكل اعتيادي ما في أي مشاكل على أمور الصحة بالعكس مسيطر عليها وأهم شيء تهتموا براحتكم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي ممكن اليوم تتحسس من موقف أو من كلمة أو من تصرف بيقوم فيه شريك شريك المال أو شريك العاطف اللي هو الزوج أو الزوجة فعشان هيك بتطلب الموضوع منك والحذر والرقابة ما تتحسس وحاول إنك تحلل الأمر أكثر من مرة حاول إذا شفت الأجواء ضغطت ابتعد خطوة لورا ما تدخل بمواجهات الموقع لسه فيه نوع من أنواع الصعوبة لأنك أنت تدخل بمواجهة حادة طبعا أمر عابر وبنتهي بسرعة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة ممكن تقلق من مسألة مالية معينة أو تهتم بمسائل مالية مشتركة ممكن ديون ممكن أوراق مالية ممكن بنوك ضريبة تأمين مستردات أشياء بتعود لك بتحاول تطالب فيها ممكن برضو أنك تفقد شيء أو تضيع شيء اليوم حاول أنك تركز أنك ما تنسى أوراقك الثبوتية أو مفاتيحك مفاتيح السيارة أو البيت أو تفقد بعض مقتنياتك أو أموالك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هسا بلشت تدعمك بشكل قوي على مستوى أمور العلاقة إما بالسفر أو بالاتصال والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مؤسسات دولية أو جامعات أو معاهد لأخذ دورات أو مؤسسات إلها علاقة بالشهادات أو منح الدورات أو إشيئ له علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية الآن الدعم قوي جدا بالنسبة لإلك وبعزز نقاط بالنسبة لإلك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء طبعا اليوم جيد للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تغيير على طبيعة عمله بينتبه لكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم قدم أفضل ما لديكم ما تتهرب من المسؤوليات الموكة لإلك أو من أداء الواجب لأنك بالضرب بمصلحتك بدعوك لاستثمار كل فرصة جيدة أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأجواء تقريبا فيها أنواع من أنواع الإيجابية فممكن تنشط ببعض الأمور الإجتماعية زي زيارة أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فما في أي قلق عليه لا بالعمل ولا بالصحة ولكن ممكن على صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا اليوم مكان القمر جيد بالنسبة لإلك بتشعر بطاقة إيجابية ونفسيتك أحسن عندك رغبة للتحرك ولإنجاز كثير من الأمور الموكة لإلك في عندك عدة مخططات أو عدة ترتيبات بتحاول أنك تنجزها أو ترتبها نفسيا أحسن وثقتك بنفسك أحسن أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الأمور المالية ممكن يكون في بعض المسائل المربكة اللي بتطلب منك الاهتمام بشكل كبير الأهم أنك ما تغامر بفلوسك ما تغامر بمشاريعك وانتبه على أموالك من الصرقة والضياع وانتبه من النصابين والمحتالين أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا حادة العصبية اليوم مواضحة تماما ردات فعلك سلبية بدك تنتبه ممكن تصدر قرارات صعبة بالفترة هاي وتكون مش لمصلحتك إذا كان عندك مواجهة أو عندك مقابلة بدك تكون حذر ومركز بشكل جيد إذا كان عندك امتحان مدرسي بدك تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا ضاغطة بشكل مفاجئة أو أشياء مفاجئة إلها علاقة بالبيت ممكن تظهر خلال هذا النهار ممكن تقلبات ممكن ظهور أعطال ممكن نقاش ممكن مسألة عائلية بتطلب الاهتمام منك يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الحدية حاول تضبط أعصابك إن ظهرت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة اليوم عندك رغبة لتقرب مع أبي الحبيب أو تقرب بشكل جيد. أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى الع تقرب من الحبيب أو حتى أمور إلها علاقة بالتواصل مع الأحبة أو ممارسة هواية أو انطلاق في أمر إلها علاقة بالتجميل. ممكن اليوم تسعد بلقاء الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين. أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأجواء اليوم ممكن تحمل لك خلاف أو مشكلة على مستوى عمل أو تحاول تحل مسألة إلها علاقة بالعمل. أهمش إنك ما تتوتر وما تتخذ قرارات متسرعة. حاول تنجز أعمالك بوقتها وحاول أنك ترتب أمورك بشكل جيد وانتبه برضو لصحتك. أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تقريبا بتتعامل ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج أو الزوجة بشكل روتيني. يعني بمعنى آخر الأجواء روتينية بتتعاملوا على حسب طبيعتكم. أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا منقول لك دير بالك يعني الأجواء الآن بلشت تدخل تحرك الشمس وعطارد من مقابلك دخلوا على بيت الأموال المشتركة. فعشان هيك شوي بدك تركز على أموالك المشتركة تركز على أوضاعك حاول أنك ترتب أمورك بشكل جيد عشان الأمور تكون لمصلحتك وانتبه من الأشخاص اللي ممكن يستغلوا طيبتك وكرمك أو من النصابين والمحتالين. وما توقع على أي ورقة أو على أي شيء له علاقة بالوضع المالي بدون ما تدقق فيه وتستشير أهل الاختصاص. أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا منقول لك بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان. ما تستسلم بل كرر المحاولة وثابر حتى تصل لهدفك. هاي الفترة من أفضل أيام الشهر وبترتفع حضوظك وربما أنك تقوم برحلة أو تشارك في احتفال أو تناقش موضوع. أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة ما بتعزز من ثقتك بنفسك وبرضه من قدراتك لإيجاد الحلول لمسائل إلها علاقة إما بالعمل أو إلها علاقة بالمعارف والعلاقات. ممكن تنجز بعض الأعمال اليوم بشكل مشترك أو تتعاون أنت وشخص لحل مسألة إلها علاقة بالعمل. أما بالنسبة لبيتك 11 فمنقول لك هنا اليوم بيحمل لك بعض النشاطات الاجتماعية أو بتنشط بأمور إلها علاقة بالأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تلاقي مع أحد الأصدقاء. ممكن أحد الأصدقاء يطلب منك مساعدة في مسألة ما أو دعمك في مسألة ما وممكن أنت تبادر بدورك أنك تجد حليف لإلك أو تطلب المساعدة من شخص بعز عليك. برضو بالنسبة لبيتك 12 الأجواء لسه ما زال فيها نوع من أنواع الضغط بسبب تواجد الكواكب اللي بتتراجع في الجدي. فعشان هيك انتبه لو وضعك الصحي حاول تراقب وضعك الصحي بشكل جيد ما تهمل أي عارض. برضو بدك تنتبه على أمور اللي إلها علاقة بالعمل. انجز الأعمال الضرورية والمهمة. ما تخلي أعمالك تتراكم. كون حذر. رتب الوضع على حسب قدراتك وإمكانياتك. ما تهمل لا صغيري ولا كبيري إلها علاقة بالعمل. وانتبه من بعض الأشخاص اللي يا بمكروا لك يا بكيدوا لك يا بتآمروا عليك بالخفاء. لأنه هدولا أعداء إما متخفيين بصداقة أو أعداء مخفيين بتآمروا عليك من وراء الكواليس. بدك تكون حذر ويقض وما تكون لقمة سائغة في ثمهم أنه يظلوا يتكلموا يتلسنوا عليك. بدك تكون قد حالك بالفترة هاي. ما هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة. برج الحوت. طبعا القمر الآن تحرك من مقابلك صار في البيت الثامن. يعني بدك تصبروا كمان اليوم لأنه بكرة رح يكون في البيت التاسع هو أفضل للكم. النفسية ماشي أحسن ولكن مش بالقوة اللي أنت بدك إياها أو اللي أنت بتطمحلها أو اللي أنت بترغبها. يعني في تحسن ملحوظ في استقرار ملحوظ ولكن برضو مش بالشكل الكامل. يعني يوم والأمور بتصير جيدة حاول أنك تأقلم حالك على الوضع اللي أنت فيه خلال هذا النهار. أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الأمور المالية اليوم بتشكل عقبة ضغط. فيه أمور إلها علاقة بالمصاريف عشان هيك بنقول لك ما تتهور وما تجازف بمصاريفك. وانتبه من المحتالين والنصابين والأشخاص اللي ممكن أنهم يستغلوا طيبتك وكرمك خلال هذا اليوم. اعرف كيف تتصرف بفلوسك وانتبه لأي شخص بحاول أنه يفتح معك مواضيع مالية حاول لنك تشوف ما بعد الأمور المالية. إيش بده رح يوفي بعده رح يلتزم معك ولا هي فرصة بده يأخذها وبعدين نقول لك مع السلامة. أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم يعني بيحمل لك بعض المسائل اللي إلها علاقة بالتنقلات والنقاشات والحوارات ولكن مزاجك شوي حاد حاول تبتعد عن إصدار القرارات وحاول ما تحتد وتعصب أثناء تعاملك مع أخ أو جار إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد. أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن يظهر نوع من أنواع الاهتمام العائلي أو اللقاء العائلي أو تهتم بمسألة عائلية ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأعطال أو تتراكم عندك بعض المسائل البيتية أو تقلق على مسألة إلها علاقة بالبيت. أمر ثانوي يومي بنتهي بروح حاول ما ترتبك وما تتوتر. أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي اليوم تحمل نوع من أنواع سوء التفاهم أو التحسس تتحسس هيك من تصرف الحبيب أو يكون لك ردة فعل سلبية أضبط أعصابك قدر الإمكان وحاول أنك ما تبين أنك أنت منزعج خصوصا للحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين يوم والأجواء بتصير لصالحك فما تخلي ردة الفعل هاي تنعكس سلبا عليك للأيام القادمة أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأجواء بتحمل نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك عمل أو تظهر مسألة إلها علاقة بالعمل المربكة تطلب منك الاهتمام أهم إيش أنك ما تشتت حالك ما تحمل أكثر من عمل مع بعض يعني حاول توزع الأمور تقريبا الأمور صارت تهدى يعني إذا في مشاكل أو خلافات أو شكوك من أشخاص كانوا يتآمروا عليك في العمل الفترة هاي بتبلش تنتهي والكف بترجح لإلك أهم إيش أنك تلتزم بعملك وما تدخل بنقاشات وما تدخل بحوارات ولا بخلافات وانتبه لوضعك الصحي لأنه شوي بتحسن وأحسن من الفترة الماضية ودخلت بمرحلة إيجابية ولكن أنت بحاجة لشحن نفسك بالطاقة أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا زي ما حكينا ببداية الحلقة أنه الشمس الآن صارت مقابلك تماما في بيت الشراكة فهي بتعزز أمور إلها علاقة بالشراكة بالزواج بالخطوبة بالارتباط بتطوير علاقة معينة يعني بتدعمك على مستوى كل شيء له علاقة بالزواج والزوج والزوجة والأمور اللي إلها علاقة بالشراكة ولكن تطلب منك التدقيق وما تتوتر وما تعصب لأنه طاقتك ضعيفة أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا بنقول لك انتبه على أموالك لأنه اليوم رح تهتموا بتنظيم أموركم المالية المشتركة الفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهمي شنكو ما تهملوا صحتكم ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض ما ممكن تناقش مواضيع مهمة وتعيش امتحان صعب عالج الشؤون الإدارية بدقة بشكل خاص الملفات الاستشفائية والمالية أهم شيء أنك تركز وما تخلي حد يستغلك أو ينصب عليك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد إذا كان عندك امتحان أو مقابل يبدأك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض يعني شوي بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام يوم والقمر بصير موجود في بيتك التاسع بدعمك وبيعزز أمور عندك بشكل قوي إذا عندك أوراق قانونية أو معاملات أو أشياء لها علاقة بالمحاكم يعني حاول قدر الإمكان أنك ما تهملها على أساس أن الأمور تصير لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا من قلك بدك تهتم بسمعتك أكثر شيء خلال هذا النهار حاول ما تشوه سمعتك ما تدخل بخلافات ولا بنقاشات ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بزملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة للبيتك 11 فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع النشاطات الاجتماعية أو اللقاءات ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تلاقي ما بينك وبين أصدقاء بيعزوا عليك أو لقاءات معينة تكون مهمة أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا بدك تنتبه بشكل كبير على مستوى العمل والصحة من التقلبات صحيح لأجواء ما بتخوف ولكن تحمل نوع من أنواع التقلب على مستوى عملك أو على مستوى صحة أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء